بل الأكثر من ذلك من تيبرد السوق هو من يستقبله هذاك الخليجي الذي سب المغربيات مسبقاً في قلب الصالون ديال القسر وتيتصور معه ويقول لك أشكعي يالله أشكعي راح دولة والله ما عندنا دولة والله ما دولة تبقى ويضربوا من جناب لا يقصلوش العوينة نيشان تبقى الضربة الأولى للقرطاسة اللونة تيري في الحنوم باع حسنا تساديون دولي حسنا تساديون دولي ويألم الله أنني أتعلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل نحن فعلاً في بلاد الطربيش مرحباً بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة بالأمس شفت واحد الفيديو ديال الإعلام المصري معتز مطر وهو يدافع عن المغرب بحرارة وشراسة وشدة وغيرة من كلام واحد السعودي إعلامي حيث تهم المغرب بأنه يعتمد على السياحة الجنسية في مدخولاته وفي اقتصاده وعلى تحويلات المالية ديال الباغيات المتواجدات بدول الخليج والدعارة أيضاً الممارسة بالداخل يعني هذا هذه الأساس الذي يعتمد عليه اقتصاد المغرب فربما يعني بعضكم أعجبه كلام معتز مطر حيث بالدرجة ديالنا عن قلوب الردلي هم القلب لكن أنا بخلاف الكثيرين وجدت في كلامه إهانة للمغرب ووجدت نفسي محرجاً لأن هذا الموقف ديال الدفاع عن المغرب من تهمة الدعارة تكرر وتكرر الكثير من المرات عشرات بإن لم نقل مئات المرات على ألسينات العديد من الإعلاميين والصحفيين العرب التي أحد المرات التي لا يمكن عدها سواء من طرف معتز مطر أو من غير معتز مطر فأنا بهذه الطريقة أرى أنه يؤكد التهمة من حيث أنه يحاول أن ينفيها لأننا أصبحنا كل من أراد أن يسب المغرب أو يستفز المغاربة أو يعني حتى تكون خطة مخزانية لإلهاء المغاربة وإشعال الفاتيل أو يكون هناك خطة مخابرات دولة أخرى بحل السعودية لا يمكن أن تعمل الفتنة في مواقع التواصل ولكن عندما تجد رجال الدولة لا يدخلون في هذه اللعبة يجعلونها غير الشاب يدخلونها أول ما يتبضر إلى أي شخص يستفز المغرب هي كلمة الدعارة إذن فهناك خلل في مكان ما يعني خصنايا إما سنعالجه ونعرفه فين كين المشكل ولا كل مرة سنخرج واحد يسبنا وعندما نحس بالإهانة لا نجد ما نرد به غير أننا ننشر صور الأعلام المغربية ونحن الرجال والأبطال والجند والمجنادين وندعي الشموخة والعزة في حين أننا أكثر شعب مهان فوق سطح البسيطة فأمامنا خياران يعني إما أن نعالج المشكل ونتعاطى مع التداعيات ديال المشكل يعني فإذا تعاطينا مع التداعيات ديال هذه المشكل سنبقى طول حياتنا نتصارع مع من يتهم المغرب بهذه الأشياء أما إذا يعني شفنا فين كين المشكل وفين كين الخلال وعالجناه وتخلصنا منه فلن يجد أي شخص شيئا ما ولد عريس يسبنا بها أنا عن نفسي لا يهم منيدة الإعلام السعودي كشخص لأن السعودية كدولة قائمة على اللاشيء يعني بصريح العبارة وبدون مبالغة يعني واليوم الذي ستنهار فيه تجارة البترول سيتشرد الجميع في الصحاري لأنها دولة يعني حكامها تمانون سنة وهم تتهاطل عليهم الضلارات والملايين للأموال للنفط ولم يستثمر هذه الأموال يعني هذه الدولة وتلك التروى لخلق البديل فهي لا تختلف عن المغرب في شيء كبير يعني فقط أن الدعارة عندهم شوية متسترة وحنا كي نقوله كندير لها الإشهار ولكن احنا خصنا نشوفه رأسنا ونشوفه المشكل دينا يعني نعطيكم مثال بسيط باش نتفهموا مثلا عندنا واحد الفتاة تمارسه الدعارة يوميا تتهزها طرنوبيل تتحطها طرنوبيل وفي باب الطر ديالهم والأب ديكليبنت لا يبدى رده فعلا بل يعني في بعض الأحيان يستقبلوا زبناء من الخليج ومن أوروبا في بيت أبيها واخوتها كي يشوفوا وساكتين والبنت كتخرج معها العشرات الليل وكترجع معها ستات الصباح يعني والحومة كل شي عارفها يعني عارف ديك البنت شنو هي وعارف يعني السمعد والديها وكذا فاشتينو الشي واحد وتيقلهم في بيتكم عاهرة يستشيطوا الإخوة غضبا وتيخرجوا يحيحوا في حين أن رب الأسرة الذي يبارك لابنته ممارسة الدعارة فاشتينو ضد بيزي تيد الرأسهم ما فاهمش ما شايفش ما سامعش يعني ما فرصوش كي كان قولوا ديما وديما ما فرصوش بل الأكثر من ذلك من تيبردسوق هو من يستقبل هذاك الخليجي الذي سبى المغربيات مسبقا في قلب الصالون ديال القصر وتتصور معاه ويقول لك هاشكعي يالله هاشكعي فمنين يكون يعني عندك واحد نظام الذي يتاجر بأعراض المغربيات وترسل الطائرات فيها الباغيات إلى السعودية وإلى الكويت وغيرها ونحن نعلم جيدا بذلك ولكن نحن صامتونين على هذا النظام الذي يساند ويشجع ويمول هذه الممارسات مع الخليجيين يعني وكالقون الخليجيين لهم قصور بمراكش وأقادير والطار البيضاء وطنجة تلك القصور بنيت أصلا يعني فوق أراضي ذيال مماليهم تم الترامي عليها وسلبها من طرف السلطات يعني إرضاء للخليجيين ونحن نعلم بذلك ولا نتكلم يعني هذ الخليجيين أصحاب القصور فاش تيبغي شي واحد يقصر يعني عنده الخدامة المغاربة تيمشي وتيعمروا له الطنوبيلات وتيديوا البنات باش الخليجي يعزل وحدة من هذ البنات ونحن نعلم بذلك يعني هذا الواقع نعلم به وساكت عليه قضية حمزة مومبيل اللي فرعوا لنا بها رأسنا لما يزيد عن سنة والمتورطين فيها تهم ثابتة عليهم وثابت تورطهم في شبكات الضعارة يعني ماشي شبكة وحدة واستغلال القصيرين يعني والبطلة لهذا فيلم كامل هي دنيا باطمة التي تم توشيحها من طرف محمد السادس مرتين ولا يمكن المحمد السادس أن يوشح صدر شخص ما بوسام ملكي إلا وعنده الملف ديالو من يوم ولدته أمه إذن فرأس النظام عندنا يزكي الضعارة ودنيا باطمة هي تتابع الآن في حالة صراح مؤقت رغم ما ثابت عنها يعني وحتى تخرجوا لها الفيديوهات أنا لم تتبعش القضية بزاف ولكن فيديوهات تعترفوا بتورطها يعني وعلى الله وتتبجحوا بذلك بل يعني ويوشحوا يعني كتلقا يوشحوا يعني من يترأسوا شبكات الضعارة فلماذا نحن نستشيط غضبا يعني إذا سبنا أحد بدولة الضعارة ولا نقوم بأية ردة فعل ضد من يشرعن الضعارة في بلادنا فعندما يقوم مثلا شخص إسباني باغتصاب عشرات الأطفال المغاربة ويتم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا نافدا ويأتي محمد السادس ويقوم بالعفو على من هاتك عرض أطفالنا فنحن فعلا دولة طربيش يعني مشيحة ضعارة كينا في البلاد فقط بل لأن من يستبيح أعراضنا تنزيد نكرمه ونقدسه ونقول له عاش يعني شعب ميتة فيه النفس بصريح العبارة إذا كنا نقبل بدور الضعارة ونقبل بالكبارهات التي انتشرت في عهد محمد السادس بل الضعارة أصبحت تمارس على البد المباشر ديال الفيسبوك والانستغرام وغيرها يعني صوفيا طالونيكا خيري متال التي عندها إلى شعلة التليفون ديالها ودات المباشر كتلقى عندها مئات الآلاف ديال المتابعين غفدك المباشر يعني شكل هذا الناس اللي كي يسبعوا هاد السيدة هدي ها صار يقول ها طالوني وكي يعزلوا لك يعني يا إما عاهرة يا إما مخنات يعني ضروري شي حاجة والكلام كله بدأت وكله دعوة الضعارة وتحرض عليها وما كان لكي يهضر معهم صوفيا طالوني دخلت تل المغرب وجاء وداروا صفقة ديالهم مع فصل كوميسارية وتفهموا ومشت وهي تمارس عملها المخابرات والمغاربة قلتين سيضحكوا وتجدوا عشرات الآلاف ديال المغاربة يشاهدون كي يضحكوا تيكر كرو آه انت قلت سكيت كركر قلت هالقيدة حرية بضمير مرتاح وهم يعني لا يعلمون أنهم بدأك اللايك وبدأك البرتاج وبدأك المشاهدة ودك الطاق يساهمون في تشجيع على الدعارة يعني أنت من مساندين الدعارة منك تدخل تفرج يعني وتساهم في نشرها وستحاسب على ذلك فمنين يأتي واحد يقول لك بلاد الطرابيش ما تتقلقش لأنك تشجع على الطربشة يعني هذا السعودي اللي هو عنده أجندة معينة ندخلت القناة دياله فوجدته طارة مع قطر نابس طارة مع تركيا وطارة مع المغربي يعني هو كيبشي على واحد الأجندة سياسية تخدمه بن سلمان لا يهمني أمره ولكن ما يهمني هو المشكل ديالي أنا كم غريبي يعني أن هذه المشكلة الخاصة يتحلفة إما نختار يعني أن أجيش الجحافي الإلكترونية لمواجهة من يسبنا ببلد الطعارة وفي أرض الواقع يعني أنا أحافظ على الطعارة وأرصخها وإلا حتى كان ديالرأسي ما شايفهاش وكان خليها ما قدر نقول حتى الله هم هذا منكر ولكن ساهم فيها كمواطن ولكن كحاكم يعني ونترك النظام يتاجر بأعراض بناتنا وأطفالنا ونختار الدفاع يعني أولا قد نختار الدفاع على الأعراض ديالنا والبنات ديالنا وأطفالنا ضد هذه السياسة ديال تشجيع للضعارة والتمية فعلينا أن نختار وعلينا أن نعلم أننا نعيش في بلد يعني فيه الآلاف ديال القصص المخجلة التي نشرت على مناظر رسمية فنحن البلد الذي يعني آخر خصة اغتصبت فيه يعني واحد القاصر من طرف الكويت عندها 14 سنة وتم الإبلاغ عنه وتم اعتقاله والمؤسسة التي تمثل النظام وتمثل السلطة وتمثل الدولة هي من أطلقت صراحه ووصلوا حتى المطار وفتحوا له الحدود بالرغم من أنه كان الحدود مغلوقة فوجه فكذا الخرج الله أعلم يعني لحمل العقوة إلا بالله يعني لماذا لم نشاهد في تلك اللحظة الناس اللي خرجوا في الصعود دعوا خرجوا العرق ديالهم وجبدوا ما شفناهمش أنهم اكتسحوا المواقع ديال التواصل الإلكترونية في ذلك الوقت وشاهدنا إعلاميين ستنكروا ما شاهدناش جمعية حقوقية تتدخل يعني في هذا المواقف اللي خصوات تدخل فيها يعني عما الصمت المكان احنا عايشين في واحد الدولة علينا أن نعلام أن حاكمة البلاد اللي هو محمد السادس قام بتدشيني فرع لجمعية خيرية لإيواء ليتامة تترأسها واحد للإنسانة اللي عندها صوابق عدلية في المتاجرة بالمخضرات وحولها الكثير من الكلام على أنها تتاجروا بالبشر وخرجوا واحد للتسريبات من بعض القاصرين الذين يتموا اغتصابهم وتسليمهم للأجانب يعني حتى دك الجمعية الخيرية ودك دور الأيتام ودك يعني فما عادش نقول كلهم ولكن الكثير منهم يتموا استغلالهم باش يجمعوا القاصرين ويسلموهم لحما طريا إلى الخليجيين والأوروبيين يعني وفي فنادق وفي فيلات كي يجمعوا فيها يعني فوش هذه بلاده طرابيش ولا ماشي بلاده طرابيش يعني المغربي يقولي فيه النفس ديال المغاربة وباغي يدافع يعني على السمعة للبلدية ودافع أن هذا شي ما يبقاش ماشي أنه يعني سبنا به شي واحد فنحن ندافعه بالطريقة الخطأ والطريقة التي تسمحه لهذه الظاهرة ديال الطرابيش بالاستمرار يعني شنو هي أنه سيخرجوا واحد الإعلامي سيبني غانود نتغوط معه زعمارة نيغل بطولة شي حاجة ما در تيتها شي حاجة ستشوه تراس كيل منيك تكتر يعني الدفاع على واحد الحقيقة اللي انتعرفها أصلا أنها كاينة يعني أراد بها ما أراد هذا الشخص الإعلامي فالحرب الحقيقية هي أن أحارب رأس الهرام الذي يساند الضعارة وسياسته يعني مدام متورطا فمحدنا ما كان وجههش يعني جميع التهم وجميع أنواع الفساد المنتشرة في المغري بغدر ستقلب ستلقى واحد الخيط كي يوصلك للقصر ديما بدون استثناء يعني هو أراد بهذا الشعب فسادا وأراد بهذه الأمة فسادا باش بحنا نبقى ملهيين مع الخاوي وهو خدام تيشطب وتيكوحش في العرق ديالكم ومنين تقادروا التراوات ما يلقى ما يجب يبقى يضيع لكم في الضرائب ويدر لكم في القتياطاعات ويخرج لكم في الصناديق يعني حتى الأزمة لم يرحم حتى هذه الأزمة هذه هي استغلها ودار صندوق وكلها عباد الله هذا الشيء الذي عندي ما نقول لك نحن الآن فعلا دولة طرابيش فما يقلقنا شي واحد لا قالنا دولة طرابيش ولجتنا النفس خصنا ندافع على السمعة هذينا بمحاربة الطرباشة وليس بالمجادلة الفارغة مع من يسبنا بذلك هل عندي ما نقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة